افتتحت وزارة الصحة والسكان وحدة العلاج الطبيعي للأطفال بمستشفى الصدر بمحافظة بن سويف وقسما للعلاج الطبيعي بمركز طب غسرة هربيت بابو كبير بمحافظة الشرقية خلال شهر يوليو الماضي 2024 وذلك في إطار التوسع في خدمات العلاج الطبيعي لدعم مرضى التأهيل الحرقي وذوي الهمم والقدرات الخاصة وحرصها على رعايتهم وتأهيلهم ووضحت الوزارة أن أقسام العلاج الطبيعي في المستشفيات تعتبر من الأقسام الحيوية التي تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى ويتم فيها تطبيق التقنيات الحديثة لتحسين حالة المرضى من خلال التمارين العلاجية والعلاج اليدوي والكهربائي وذلك عن طريق التقييم وتطوير خطة العلاج لكل مريض حسب حالته لتحسين وتسريع عملية الشفاء والتأهيل بعد الإصابات أو الجراحات ترجمة نانسي قنقر